والنهاردة برضو كان فيه مشهد جميل أو النهاردة الصبح حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي لفعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي الدولي المتضمن سباق الهجن على مدمار شرم الشيخ الدولي رئيس عبدالفتاح السيسي تفقد المعرض التراثي والثقافي لأعمال وفنون الحرف اليدوية المتنوع وطبعا الهدف منه أنه يتم إسراء تراث البدو في مصر والحفاظ عليه وإنه زي كمان نخليه منتج سياحي يتم ترويجه طبعا صور جميلة ممكن كنا نبرح بنشوف طبعا هذا المشهد اللي بيدول طبعا على الألفة والحميمية الشديدة ما بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد واللي بيعكس كمان عمق العلاقة اللي بتجمع ما بين الشعبين والحكومتين طبعا دولة الإمارات ومصر علاقات طبعا مهمة ودايما موجودين مع بعض على كل المستويات على المستوى السياسي على المستوى الاقتصادي التعاون طبعا ملموس في كل المجالات والمشهد والمهرجان النهاردة كان تكليل لكل ما بينشوفه من تعاون وعلاقة ممتدة موسيقى